دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله علم العثرات فسطرها على أهلها وأنزل البركات فله الحمد ملء خزائن الأرض والسماوات وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات وله الحمد ما توالت إليه الخطوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه 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 الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه النمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه الناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم مع رحمة رسول الله بالفقراء الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون جعل النبي للفقير مكانة في قلبه ومكانة في قلوب الصحابة ومكانة على أرض الواقع فكان رسول الله يقول الدين المعاملة والله قال وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون صهيب الرومي كان عبدا كاتب سيده حتى نال الحرية تاجر في مكة حتى أصبح من أثرياء مكة ومن تجار مكة الذين عرفوا بالثراء والغنى فإذا به التحق بالركب المحمدي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأذن للنبي بالهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر المستضعفون خفية وأراد صهيب الرومي أن يهاجر إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان تحت الأعين وتحت الحراسة المشددة فما إن ركب ووضع خطاه ووضع قدمه على طريق المدينة حتى لحق به الرصد ولحق به الطلب وأوقفوه وحاصروه وصعد إلى صخرة مرتفعة ونشر ما كان معه من الأسهم وأمسك بقوسه وقال يا أهل مكة تعلمون أني أمهر أني من أمهر من يرمي بالسهام وهذه الأسهم لن تنالوا مني حتى أقتل بكل سهم رجلا منكم فهل تفرحون بعدها أنكم أمسكتم بي قالوا إذا لا تهاجر إلى محمد قال وما الذي يمنعني من الهجرة قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك أترك مالك وهاجر قال أئذا خليتم بيني وأئذا خليت لكم المال خليتم بيني وبين رسول الله قالوا إي إي واللات والعزة قال مالي عند فلان وغنيمات عند فلان وشياه عند فلان فأطلقوا صراحه وذهب إلى رسول الله بثوب يسطر بدنه قطع المسافة ما بين مكة والمدينة حتى وصل إلى رسول الله ورسول الله في انتظاره كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها فإذا برسول الله يبتسم في وجهه ويقول ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا أنزل الله في شأنك قرآنا يتلى ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء هكذا كان رسول الله يواسي من فقد ماله وترك أهله وداره من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بل إن رسول الله يقص علينا سيدنا جابر بن عبد الله هذا الشاب الذي كان في العشرين من عمره وخرج إلى غزوة ذات الرقاع أول غزوة يخرج فيها مع رسول الله فيقول سيدنا جابر كان معي جملا أعيا هذا الجمل يعني هذا الجمل كنا نسقي عليه وكان هذا الجمل بطيء في الحركة اشتد به التعب والإعياء قال فضللت أضرب في هذا أضرب هذا الجمل حتى يقوم حتى أعيا فقلت في نفسي أحمل رحلي وأتركه فقد تأخرت عن ركب القافلة وعن ركب المحاربين وعن ركب المجاهدين وبينما أنا في الصحراء قد تخلفت عن الجيش إذا بي أسمع صوتا يقول لي ما لك يا جابر قال فاستأنست بالصوت قلت من إنه رسول الله رسول الله كان يتخلف عن الجيش لماذا حتى يكون صاحبا للضعيف ومرافقا لمن أعياه جمله أو أعياه أعياه جمله أو أعيته دابته فإذا به يقول ما لك يا جابر قال أعيا جملي يا رسول الله فقال الحبيب النبي أنخ يا جابر قال فأنخت الجمل قال هل معك من قضيب يعني هل معك من عصى يا جابر قلت معي معي في ذاك أبي وأمي يا رسول الله قال فأعطيته العصى فقال بسم الله ونخس الجمل نخسات فقام الجمل ووثب قال اركب يا جابر قال فركبت الجمل وإذا بي أعاني من أمر آخر ألا وهو أن الجمل يسبق ناقة رسول الله قال ما شأنك يا جابر قال أنهنه الجمل حتى لا يسبق ناقتك يا رسول الله فقال الحبيب النبي يؤانس من يؤانس الشاب الذي هو في العشرين من عمره لما العجل يا جابر لما أنت في عجلة من أمرك يا جابر قال أنا حديث عهد بعرس يا رسول الله تزوجت حديثا يا رسول الله قال هل لا تزوجت بكرا هل تزوجت بكرا أم ثيبا يا جابر قال بل ثيبا يا رسول الله فقال له النبي هل صليت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله هل لا بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك يا جابر قال يا رسول الله مات عبد الله أبي وترك لي تسعة نسوة خرفاء لا عقل لهن فتزوجت ثيبا حتى تمشطهن وحتى تقوم على خدمتهن وحتى تربيهن قال أصبت يا جابر فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن سيدنا جابر عليه حمل ثقيل فأراد أن يعلم هذا الفقير مهارة البيع والشراء فقال له يا جابر بيعني هذا الجمل قال بل أهبه لك يا رسول الله قال بل أشتريه يا جابر قال بل هو هبة لك يا رسول الله قال بل ثمنه يا جابر بالثمن قال ثمن أنت يا رسول الله فقال له النبي بضرهم فابتسم جابر الدرهم هذا ثمن دجاجة ثمن بيضة فقال سيدنا جابر إذن غبنتني حقي يا رسول الله بخستني حقي يا رسول الله قال بضرهمين قال زدني يا رسول الله قال بثلاثة فإذا بجابر الذي كان قد دخلت الرهبة ودخل الخوف والإجلال من لقاء رسول الله ومن الأنس برسول الله إذا به يخرج من هذا الخوف ويبدأ كأنه تاجر يساوم ويفاصل حتى قال له زدني يا رسول الله حتى قال له النبي أشتريه بأوقية من الذهب يا جابر أوقية يعني بأربعين درهما قال وأنا قبلت يا رسول الله الحبيب النبي يقول له يا جابر إذا وصلنا إلى صرار هذه قرية قبيل مدينة رسول الله بحوالي ثلاث من الكيلوهات أو أربع قال إذا وصلنا إلى صرار فأنخ ناقتك يا جابر حتى ننحر جزورا فنأكل وحتى تعلم النساء بقدوم المجاهدين فيتهيأنا لهن الله أكبر رسول الله يراعي حالة المجاهدين رسول الله يراعي حالة النساء في البيت حتى يتجهزن لأزواجهن فيحسن الاستقبال للمجاهدين الذين غابوا عنهن حوالي شهرا أو أكثر رسول الله يقول فما إن وصلنا إلى صرار حتى قال تعالى يا جابر كل من اللحم يا جابر ثم ينادي على المجاهدين ويقول لا يدخل أحدكم بالنهار إنما يدخل بليل حتى تتجهز له زوجته فتستحد المغيبة وإذا بهذه التي أصاب شعرها قلة الماء تمشت شعرها وتتزين لزوجها وتعلن نمارق لزوجها أي الوسائد فقال جابر والله ما عندنا نمارق يا رسول الله قال بل ستكون نمارق يا جابر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما إن وصل إلى صرار وأكل الجيش حتى أعطى إشارة الانطلاق فانطلق المجاهدون إلى بيوتهم وإلى أولادهم وإلى زوجاتهم حتى قال جابر فما إن وصلت إلى زوجتي حتى قلت لها دار بيني وبين رسول الله كذا وكذا وكذا ثم ربط جابر جمله بمسجد رسول الله فخرج النبي من المسجد وقال أين جابر قالوا ذهب إلى بيته قال إلي به فلما جاء قال خذ جملك واذهب به إلى بيتك يا جابر يا بلال قال لبيك يا رسول الله قال أعطيه أوقية من ذهب وزده يا جابر الله أكبر إنها رحمة النبي بالفقراء إنها معاملة النبي الحسنة مع الفقراء حتى تعلم الفقراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب معنا لأستاذ نور السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله يستريك يسيرك إحنا لو مش أدهنت فعلت الزكرة غلط ولا مش غلط يا شيخ طيب أنت هل تملكون قطة اليوم يعني أنتم عندكم أكل يكفيكم طول اليوم ألا لا أهنف فيش حاضر حاضر أسأل الله أن يبارك في والديها وأن يبارك في المسلمين أجمعين وفي المشاهدين الكرام إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ألبسهما تاج الصحة والعافية وكل مسلم على ظهر هذه الأرض يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه يعني لستزانور بيقول لا نملك قوت اليوم يعني ولا نملك أن ندفع زكاة الفطر أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ولكن إن أعطاكم الله حتى من الناس يعني جاءتكم زكاة وفاض عن قوت اليوم فأخرجوا زكاة الفطر وهذا رأي بعض الفقهاء وأسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بالخير كله إنه ولي ذلك والقادر عليه الأستاذ أسماء السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يصيرك يا بنتي لو تمحت حضرتك هو أنا حماسي وكده يعني عاملة معي مشافل ومش بتجدلني يعني بصراحة دايما يعني كلما بيشوفها وكده وأرد عليها السلام مش بتاخد السلام مني وكده ومش بتتكلم عن غلطها ولا كده ده بسبب يعني مرات أخو جودي هي أني بتسمع له وكده يعني بتخفيها شوية علي وكده فبصراحة يعني أنا بدلت الشيء مسعار فأتعامل معها إزاي لأنها دايما نفسا بتكسبني قدام الناس يعني إن أنا لو رديت عليها السلام مش بتاخده مني ومش بتحب بتكلمني خالص يعني أو بتعترفش إن أنا مرات ابنها خالص يعني طيب أي سؤال تاني يا أستاذ أسماء الله شكرا مبارك الله فيك ربنا استرك يا بنتي يعني سبحان الله كن مع الناس كالشجر يرمونك بالحجارة وترميهم بأطيب الثمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أوذي عذب في مكة شجوا رأسه كسروا ربعيته سال الدم الشريف على وجهه صلى الله عليه وسلم وما إن دخل مكة فاتحا ومعه عشرة آلاف مجاهد عشرة آلاف مقاتل وجمع أهل مكة من أذوه من تربصوا به من قالوا عنه بأنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين خذ العفو وأمر بالعرفي وأعرض عن الجاهلين يا أسماء يا من تشاهدين الآن هذه الحلقة المباركة بر هذه الأم العجوز بر حماتك أحسني إليها وداومي على المعاملة الحسنة وألقي عليها السلام فإن أبت أن ترد عليك ردت عليك ملائكة السماء ردت عليك ملائكة رب الأرض والسماء فأنت في نعمة والله لما؟ لأنك عندما تحسنين إلى حماتك فإنه سيحسن إليك عندما تصبحين كبيرة في السن إن شاء الله لأنه كما تدين تدان طيب معنا الأستاذ السيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم شخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي ربنا استرك أنار الله قبرك وقلبك فضل يا حبيبي الله استرك الله استرك أنت والسامعين والمشاهدين الكرام ويعطيك ما تتمنى في الدنيا والأخيرة يا رب يا رب لورت القناة الجديدة يا شكرا الله الله استرك يا حبيبنا الغالي أي سؤال يا سيد اللهم أمين اللهم أمين تفضل شكرا لاتصال يا حبيبي سيدنا جابر بن عبد الله تعلم من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشعر بالجوعة كيف يشعر بالفقراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن خاب وخسر من يا رسول الله من بات شبعان وجاره جائع يا الله سيدنا جابر بن عبد الله في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت لهم كدية صخرة كبيرة من الرمال فنزل النبي وإذا به يكشف عن بطنه فرأى سيدنا جابر منظرا عجيبا رأى رسول الله وقد عصب بطنه بحجر أو حجرين من شدة الجوع رسول الله لم يذوق ذواقا منذ ثلاثة أيام فما إن خرج النبي بعدما حطم هذه الكدية وهذه الصخرة حتى قال رسول الله أستأذنك أن أصل إلى بيتي فأذن له فلما وصل إلى بيته ناد على زوجته وقال هل عندنا من طعام قالت عندنا صاع من شعير وعناق قال جهزيه قالت له لما قال رأيت عجبا من رسول الله رسول الله دمرت بطنه رسول الله عصب الحجر والحجرين على بطنه قالت فجهست الشعير عجينا وذبحت العناق وقالت يا جابر لا تفضحنا عند رسول الله أخبره أن طعيما عندنا يكفيه ورجلا أو رجلين فذهب سيدنا جابر إلى رسول الله وخافته وقال يا رسول الله طعيم عند جابر يكفيك ورجلا أو رجلين معك يا الله قال له النبي ما عندك يا جابر قال صاع من شعير وعناق يا رسول الله فإذا به ينادي في أهل الخندق ويقول يا أهل الخندق لبيك يا رسول الله المهاجرون والأنصار ومن معهم من قبائل العرب 1400 من الموحدين من أمة الحبيب محمد لبيك يا رسول الله حيهل وهلموا إلى طعام عند أخيكم جابر قال جابر فضحت ورب الكعبة هرول إلى زوجته وقال لها فضح جابر بين المسلمين فضح جابر بين المهاجرين والأنصار قالت لما يا جابر قال قلت لرسول الله طعام يكفيك ورجل معك أو رجلان فإذا برسول الله يدعو إلينا أهل الخندق قال أو أخبرته ما عندنا قال نعم قالت لا عليك يا جابر هل أوصاك بشيء قال نعم أوصاني ألا أنزع البرمة أي الحل الحلة أو الإناء الذي فيه اللح فوق الأثافي أي فوق الحجارة وأن لا أضع وأن لا أخرج العجين عجين الشعير من التنور حتى يأتينا قالت لا نفعل حتى يأتي رسول حتى يأتي رسول الله فلما جاء النبي ألقى السلام وقال لها ادعي جيرانك ومعهم الصحاف قالت يا رسول الله صاع من شعير وعناق قال ادعي الجيران فدعت الجيران ليساعدوها فكان النبي يقول بسم الله فزاد الطعام وطاش في الإناء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من البرمة ويضع على هذا العجين ثم يوضح في التنور ويقول للصحابة ادخلوا عشرة عشرة ولا تتضاغطوا أي لا تتزاحموا فكان الرجل يأكل حتى لا يجد مسلكا فيقول سيدنا جابر فأكل الألف وربعمائة وأكل أهل البيت والجيران وبقي الطعام كما هو ببركة رسول الله صلي عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله نعم طيب معانا الأستاذ فرحة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا يسترك عامل ايه كل السلام تضايب وحضرتك بالصحة والسلام والسادة المشاهدين اتفضلي سمعتي أنا بصائل وصوم الحمد لله وكل حاجة تمام بس بادئة ربنا كثير مش تستجيب لك تمام تكثرين من الدعاء ولا يستجيب لك نعم طيب أي سؤال تاني يا أستاذ فرحة لا شكرا ربنا يخليك سؤال لك اتفضلي نعم حاضر يا بنتي حاضر حاضر شكرا يا أستاذ فرحة شكرا يعني تصلي وتدعو الله عز وجل ولا يستجيب لها سبحان الله الدعاء إما أن تدعين الله عز وجل فيستجيب لك في الحال ويعطيك ما تطلبين وهذا أقل النعم وإما أن يدفع عنك بلاء قد نزل عليك لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء يعني سبحان الله ستنزل مصيب على فلان فيدعو الله عز وجل فترد هذه الدعوة هذا البلاء وهذه المصيب عنه وإما أن يدخر لك في الآخرة فتكون حسنات ودرجات في الجنة وجوار للحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وإما أن يمحو الله الذنوب عنك والسيئات والكبائر فأبشري وإن الله لا يمل حتى تمل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أكثر من الدعاء في هذه الأيام وإذا أردت الزرية الصالحة عليك بالاستغفار وعليك بالصدقة وعليك بكثرة السجود لله هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فأكثر من الدعاء أيتها المسلمة أيتها الراشدة أيتها العاقلة واعلمي أن الله سيستجيب لك إن شاء الله سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالفقراء ها هو أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي يقول خرجت يوما في طريق أهل الصفة أهل الصفة أناس جلسوا في مسجد رسول الله لا عائل لهم ولا أهل لهم ولا مال عندهم وكان رسول الله إذا جاءته الصدقة أرسل بالصدقة كلها لهم وإذا جاءته الهدية قاسمهم فيها وأكل معهم وأصاب منها وأعطاهم الباقي فيقول سيدنا أبو هريرة اشتد علي الجوع يوما فوضحت كبدي على فخذي من شدة الجوع اتكأت على الكبد من شدة الجوع ووقفت في طريق أهل الصفة فمر بي أبو بكر فقلت يا أبا بكر وسألته عن آية في القرآن والله أنا أعلمها وأعلم تفسيرها وأعلم سبب نزولها ما سألته إلا ليطعمني إلا ليطعمني فإذا به يقول تفسير الآية وينصرف ثم مر أبو القاسم مر رسول الله فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق بنا تعال معي قال فاستبشرت خيرا وعلمت أن رسول الله علم بشدة جوعي وشدة عطشي وحاجتي إلى الطعام والشراب قال فما إن وصل النبي إلى بيته حتى استأذن فأذن لرسول الله فاستأذنت فأذن لي فقال النبي لزوجاته هل عندنا من طعام قلنا نعم عندنا قدح من لبن قال إلي به فجئ بالقدح قلت أشرب وأرتوي أبو هريرة أشرب وأرتوي فنظر إلى القدح أي النبي وقال من الذي جاء به قالوا أهدانا فلان هذا القدح يا رسول الله قال أبا هر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال ادعو أهل الصفة قلت يا ويلتي أهل الصفة أو يكفيهم هذا القدح إنما أنا رسول فذهبت إلى أهل الصفة ودعوتهم وأخذ كل منهم مجلسه في بيت رسول الله قال أبا هر قلت يقول لي اشرب قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال اسقي أهل الصفة الواحد تل والآخر قال فكنت أعطي القدح للرجل فيشرب حتى يرتوي ثم يعطيني القدح فأعطيه للآخر حتى شربوا جميعا وارتووا فقال لي رسول الله ائتني بالقدح فأعطيته له فسمى الله عليه ثم تبسم في وجهه وقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال اشرب قال فشربت قال اشرب فشربت قال اشرب فشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا يا رسول الله فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله إنه الإحساس بالفقير هل شعرت بالفقير في العشر الأواخر من رمضان هل شعرت بالمحتاجين هل شعرت بالأرامل هل شعرت بالمرضى طيب معنا لأستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا حبيب قال لك يا جبنا الشيخ الله يشترك يا أستاذ أحمد أنا بحب أتفرج عليك أحبك الله الذي أحببتني فيه حبيبي سألت أسألك على زكاة عيد الفطر تمام يا حبيبي أسمعك حاضر يا حبيبي أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني حسنا أحمد أحبك الله الذي أحببتني فيه أحمد يا ولدي يعني زكاة الفطر لو أنت هتطلح حب اتنين كيلو ونصف من الأرز عن الواحد طيب أنا هتطلح كيلة يا عم الحج يعني يا عم الشيخ أنا عندي كيلة غلة كيلة قمح فأنا سأخرج هذه الكيلة من القمح عن الثلاثة وقيلة عن الخمسة عن الثلاثة وقيلة عن الخمسة طيب أنا عايز أطلع نقود وهذا جائز على رأي الإمام أبو حنيفة وكذلك أخرجه عمر بن عبد العزيز ابن مروان أنه أخرج القيمة فلا داعي للإشكال ولا داعي للخلاف الذي نراه ونسمع به في كل وقت وفي كل رمضان نراه يعني قالت دار الفتوى المصرية بأن القيمة عادل خمسة عشر جنيها فما فوق عن الواحد خمستاشر جنيه فما فوق يا أخي الحبيب ما أجمل أن تشعر بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتمثل ويمثل الرحمة مع الفقراء رسولنا قال عنه ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله أكبر الله أكبر عندما نرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به الجوع يوما كما اشتد بصاحبيه أبي بكر وعمر فيقول الفاروق عمر ويقول أبو بكر خرشت من شدة الجوع والعوز والحاجة إلى الطعام فإذا بي أجد رسول الله قال من الذي أخرجك يا أبا بكر قلت خرشت أنظر إليك يا رسول الله وألتقي بك يا رسول الله قال له ما أخرجك إلا هذا قلت نعم يا رسول الله فجاء الفاروق عمر وقال له من الذي جاء بك يا عمر قال ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله قال أصابني شيء من هذا يا عمر هلما بنا يلا بينا وذهب الحبيب النبي إلى صحابي من صحابة رسول الله وهو أبو الهيثم التيهان فإذا به يصل إليه وكان كثير النخر كثير الشيات والغلم فلما وصلوا إلى داره ألقى النبي السلام على أهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام يا رسول الله مرحبا بك وبصاحبيك أين صاحبك أين زوجك قالت ذهب يستعذب لنا الماء لم يكن عنده خادم وذهب يأتين بالماء يا رسول الله اجلس يا رسول الله فما إن جلس النبي وصاحبيه حتى أقبل أبو الهيثم التيهان فإذا به يقول ما أفضل مني في المدينة رسول الله عندي ومعه أبو بكر ومعه الفاروق عمر مرحبا برسول الله وبصاحبيه هلموا بنا إلى بستاني فذهبوا إلى بستانه فإذا به يأتي برطب وببصر وبتمر فقال رسول الله هل لا تخيرت لنا الرطب يا أبو الهيثم قال يا رسول الله حتى تأكل أنت وصاحبيك من أراد البصر فليأكل ومن أراد التمر فليأكل ومن أراد الرطب فليأكل وهذا ماء بارد فقال الحبيب المصطفى عن النعيم هذا تسألون ظل وماء بارد ورطب فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم كان لا يصدي إليه أحد معروفا إلا كافأة قال يا أبو الهيثم قال لبيك يا رسول الله قال هل عندك من خادم قال لا يا رسول الله قال إذا جاءنا سبي فأتنا فقام أبو الهيثم فقام أبو الهيثم إلى عناق كان عنده فذبح ثم جيء باللحم فأكل النبي وأكل صاحباه وذهب رسول الله إلى بيته فجاءه سبي جاءه عبدان لا ثالث لهما فجاءه أبو الهيثم التيهان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من أسدى إليك معروفا فكافئه فإن لم تجد فقل له جزاك الله عني خيرا جزاك الله عني خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته فلما جاءه أبو الهيثم قال له رسول الله فأخير أحد العبدين قال اختر لي أنت يا رسول الله فقال له النبي المستشار مؤتما أما وإنك قد خيرتني فاختر هذا العبد لأنه يصلي ويصوم ويقيم الليل وهو أفضل لك في دنياك وفي أخراك يا أبو الهيثم وأعطاه العبد الصالح هكذا أنت أيها المشاهد الكريم كن في دنياك كل الضعيف ركنا وسندا كل الفقير صاحب مال تعطيه له كل المريض صاحب يد عليا وصاحب شفاء ودواء تغضق عليه حتى يبرأ بإذن رب الأرض والسماء الحبيب النبي كان لا يفرق بين الفقراء والأغنياء كان لا يفرق بين القراشيين وبين بلال الحبشي وبين صهيب الرومي وبين سلمان الفارسي لا وربي إنما كان يطبق القاعدة التي قال فيها ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس الكرم عندنا وليس القرب طيب معنا الأستاذ يارا السلام عليكم يا أستاذ يارا بيوار عليكم السلام كنت عايز أسأل حضرتك سؤال كده يا عم تفضل أنا عندي بنتي بنتي لما كانت في أعجاد وكده وكنت جابا لها سنسلة ذهب عشان فرحة بالنجاح يعني وكده تمام سماني أسمح حضرتك آه تمام آه وبعد كده يعني أنا كنت تتملأ قولي يعني عشان لما تيجي تتجوزي أنا هجبنيك بيها حاجات وكده فهي إذا تتجوزت أنا طبعا آآ جبت لها كل حاجاتها ما خلتهاش ناقصها أي حاجة فال تمام أنا معايا تلاتة تانية زرها طيب السنسلة الذهب دي يعني هل هي دي بطن ابني تاخدها ولا أنا خلاص أدام جبت لها كل طلباتها ممكن أجايز بخوتها منها ولا أنا كده ضعمتها ولا إيه يعني عايزي أعرف بها أي سؤال تانية أستاذة يرى آه كنت عايزة أنت أسأل سؤال ثانية تفضلي حضرت بنتي الكبيرة بنتي كبيرة هي بس كانت تختلفة كده هي وضعها فتبقها انت طالق 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 مرات عايزي أعرف يا دي تلاتة ولا تتحكي بمرة حاضر حاضر تفضلي تفضلي شكرا على الاتصال يعني سبحان الله أحضرت سلسلة ذهب لبنتها والبنت تزوجت وبسم الله ما شاء الله أخرجت البنت مصطورة بما تحتاج إليه العروس عند الذهاب إلى بيت زوجها فأقول لك يعني استعيني بهذا الذهب على سطرة باقي البنات عندك وأسأل الله عز وجل أن البنات دول يكونوا سطرا لك ولأبيهم ويكونوا حجابا لك ولأبيهم من النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزق بثلاث بنات فأدبهن وأحسن أدبهن حتى تزوجنا إلا كنا حجابا له من النار فقال رجل من الصحابة وثنتان يا رسول الله قال وثنتان حتى قال بعضهم وواحده يا رسول الله قال وواحده رغم أنفك يا أبا ذر فإنت إن شاء الله استعيني بالذهب هذا على تزوج باقي البنات وأسعى الله أن يبارك فيك ومن على شاكلتك إن شاء الله طيب زوج بنتك بيقول لها أنت طالق بالثلاثة يا أخي الحبيب اتق الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله عز وجل أعطاق القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم القوامة لعقلك القوامة لأنك لا يتحكم فيك القلب إنما تحكم العقل فدائما وأبدا لا تقول أنت طالق وتطلق بالثلاثة اتق الله لأن هذا الأمر خطير جدا ربما عشت مع أولادك في الحرام وأنت لا تدري ولكن عندما يقول الزوج لزوجتي أن تطلق بالثلاثة تحسب طلقة واحدة تحسب طلقة واحدة واتق الله واعلم أن الله يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان حتى قال ربنا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاتق الله فيما ولاك الله واعلم أنك موقوف والموقوف مسؤول والسائل لك هو الله عز وجل الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله كان هناك رجل فقير يعيش في البادية اسمه زاهر ابن حرام هذا الصحابي الجليل كان إذا أتى إلى مدينة رسول الله جاء باللبن وجاء بالسم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان قد اتخذ رسول الله صديقا وصاحبا حتى جاءه في يوم من الأيام ومعه الهدايا فلم يجد رسول الله في البيت فذهب ببضاعته ليبيعها في السوق وكان يأتي ببضاعة البادية ليبيعها في سوق المدينة وبينما هو يبيع إذ جاء رجل من خلفه ووضع يديه على عينيه وقال من يشتري العبد من يشتري العبد فهو يقول أطلقني أطلقني فلما علم أنه رسول الله أنه رسول الله أنسق ظهره ببطن النبي فقال من يشتري العبد قال يا رسول الله تجدني كاسدا يا رسول الله بضع فاسدة أنا رجل قبيح المنظر فقير لا عائلة عندي لا قبيلة عندي قال ولكنك عند الله غال الله أكبر أنت لك مقام عند الله أنت لك مقام عند رسول الله أيها الفقير رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يهابه الناس ولا يأبه به الناس لو أقسم على الله لأبره الله أيها الغني خذ بيد الفقير أيها الصحيح خذ بيد المريض يا صاحب المنصب اتق الله فيما ولاك الله عليه ودائما وأبدا عش على نهج النبي وسر على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه مع الفقراء ومع الأرامل ومع اليتامة ومع المساكين من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يعلي شأنهم عندما فتحت عليه مكة في الفتح الأعظم فتح مكة الذي كان في شهر رمضان إذا برسول الله معه عشرة آلاف مقاتل وينادي بأعلى صوته أين يا ترى سينادي على سيدنا أبي بكر أم على عمر أم على عمر بن العاص أم على خالد بن الوليد لا وربي إنما نادى فقال أين بلال بن رباح بلال الحبشي الذي كان عبدا عنده مي بن خلف فنادى الجيش بأسره وقال يا بلال رسول الله يطلبك يا بلال رسول الله ينادى عليك فجاء سيدنا بلال بلال بن رباح يمشي ويهرول إلى رسول الله وتفسح له الصفوف ويفسح له الجنود حتى وصل إلى النبي قال لبيك وسعديك يا رسول الله قال اصعد يا بلال أصعد إلى أين قال اصعد على سطح الكعبة أنا أنا يا رسول الله أدوس على سفح الكعبة بقدمي هاتي قال اصعد يا بلال فوقف له أبو بكر ووقف له الفاروق عمر ووضع قدما على منك بأبي بكر وآخر على منك بعمر ثم صعد على الكعبة وقال الذن يا بلال الله أكبر الله أكبر حتى وصل إلى آخر الأذان لا إله إلا الله والصحابة يتعجبون لما بلال لماذا بلال يا رسول الله من بين عشرة آلاف مقاتل قال رأيته يعذف في رمضاء مكة وهو يقول أحد 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 لا إله إلا الله رسول الله لا ينسى الفقراء رسول الله لا ينسى العبيد رسول الله لا ينسى المحتاجين من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بل إن النبي يقف بين أصحابه يوما فيمر عليه أحد الصحابة فيقول لهم أتعلمون من هذا فيقولون له لا يا رسول الله لا نعرف من هذا قال هذا فلان ويسميه باسمه من فقراء المسلمين الذين لا يعرفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به ينادي عليه النبي يا فلان قال لبيك يا رسول الله قال هل لا تزوجت قال ومن يزوج جليبيب ولا مال عنده ولا عائلة عنده ولا سكن عنده يا رسول الله في اليوم التالي يمر على النبي وهو بين أصحابه فينادي عليه رسول الله مداعبا له يا جليبيب هل لا تزوجت قال قلت لك يا رسول الله ومن يزوج جليبيبا ولا مال ولا عائلة ولا قبيلة ولا سكن يا رسول الله فجاء في اليوم الثالث فقال يا جليبيب قال لبيك يا رسول الله قال اذهب إلى دار فلان الأنصاري وقل له إن رسول الله يزوجني ابنتك يا الله رسول الله طيب معنا الأستاذ الشيماء السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله لو سمحت يا سلام كان ليه عند حضرتك ثلاث أسئلة على سريع معا تفضلي حضرتك لو سمحت فيه فيه قول سؤال في حب أنا مخصمة حصلت مشكلة مدنة وحاولت إن أنا صالح لواجه الله بس بس للأسف هم شرطين للصف إن أنا أرسل حد عندهم وربدي أي صلح يكون فالساعداء المكان الشخص اللي أنت مخصمه دا يا أستاذ شيماء الشخص اللي حضرتك دا مخصمه أو الست اللي أنت مخصمه دي قريبة لك في صلح من ذوي الأرحام يعني ولا قريبة لزوجك لا قريبة لزوجك طيب حاض هذا السؤال الأول السؤال الثاني يا أستاذ شيماء السؤال الثاني يا شيخ أنا أمي وأبوي على خلاف ومتزوجين بس حفظت مشكلة مدنهم فأنا يعني عارفة إن الكتلام ماما كان فيه ثقة شوية فللأسف علشان أتدخل بالصنف أكدت على كلام أمي إن فيه حد هو اللي ألغول يعني يا أمي اللي حكيت للكتبة بس علشان رفت لفقبة علشان أفاهمه أدئيه إن هو كان صوته عائل والناس ماد كذبت وربنا يسلحني وقالت إن فيه حد يسمعه وقالي طيب يعني أنت كذبت كذبت من أجل الصلح يا أستاذ شيماء يا أستاذ شيماء أنت كذبت من أجل الإصلاح ما بين أبوي وما بين أمك صح؟ آه هو دي كذبت السؤال الثالث السؤال الثالث هل أنا فتحة محلس هل الرجل ليه يعني ليه نسبة معينة ولا لا ده لسوح طيب ربح المحل ده معدي ما يعادل 85 جرام من الذهب في العام الهجري يعني ما يعادل 63 ألف أو 60 ألف جنيه البضاعة الموجودة في المحل لا يا شيخ أنا أقصد ربح البيع يعني أنا لما عندي سلعة 100 جنيه أحط لها نسبة كم عنده البيع طيب حاضر حاضر ربح البيع طيب حاضر ربح الكسب تمام أي سؤال تاني يا أستاذ شيماء ربنا يبارك فهمك شيء ولكي مثل وجه السادة المشاهدين يا رب والسامعين يعني الخصام والهجاء والهجر ما بينك وبين أقرباء الزوج أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الخيرية هنا عند الله يعني إيه المشكلة أم أنا أروح للنا خصمته أو للنا مقطعاه أو اللي هو أسألية يعني سبحان الله دائما وأبدا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أنا ما زاد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أنا معفو واصفح ربنا يعزيني في الدنيا والآخرة هذا السؤال الأول السؤال الثاني يعني كان في خلاب أمي وأبي وأنا كذبت من أجل الإصلاح هذا لا حرج فيه لأنه يجوز الكذب في ثلاث يعني ومنهم الإصلاح بين المتخاصمين وما بالك يعني يا أستاذ الشيماء وأن المتخاصمين هما الأب والأم فجزاك الله خيرا فيجوز لك الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين كما أباح لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الربح اللي أنا حطه على المكسب بتاعي أو على البضاعة بتحتي لا يتجاوز النصف طبعا العلماء لم يحددوا للمكسب وللربح يعني يقول لي خمسين في المية ولا ستين ولا سبعين ولا ثمانين إنما هذا من باب يعني الرحمة بالمسلمين ما أزدش عن الخمسين في المية لأن أحيانا بعض الناس مية في المية ربح أقول له اتق الله واعلم أنك ستسأل عن كل لقمة وضعتها في في زوجتك وفي في أولادك وعن كل لقمة وضعتها في بطنك فاتق الله وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب النبي يرسل بهذا الصحابي سيدنا جوليبيب فيطرق الباب على بيت هذا الرجل من الأنصار من؟ قال جوليبيب قال مرحبا قال أرسلني رسول الله إليكم مرحبا برسول رسول الله قال رسول الله يزوجني من ابنتكم قالوا جوليبيب الأفطس الفقير الذي لا عائل له قبيح المنظر جاء إلى بنتنا أفضل جارية في الأنصار وأفضل فتيات الأنصار جوليبيب الذي لا يجد إلا الرمال فيفترش هذه الرمال ولا يجد إلا كفيه وسادة له ولا يجد إلا السماء غطاء له فسمعت الفتاة الحوار الذي دار بين والديها وبين جوليبيب الفقير الأفطس قبيح المنظر الذي أرسله إليها رسول الله فقالت يا أبي يا أمي أوتر الدان رسولا وخاطبا أرسله رسول الله يا أبي يا أمي أجست خطبته مني بعد إذنكما لأن الذي أرسله هو رسول الله محمد الله أكبر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وافقت على الزواج وفي يوم عرصه على قلة مؤنه وعلى قلة استعداده وعلى قلة طعامه وشرابه وكسائه وملابسه إذا به يسمع منادي الجهاد يا خيل الله اركبي وإلى الجنة أبشري إلى الجهاد مع رسول الله إلى الجهاد مع رسول الله فترك زوجته الحسنى وترك الفراش الوتير وترك هذا اليوم وهذه الليلة التي يتمناها شبابنا الذين يجلسون أمام الآن اللهم زود شبابنا واستر بناتنا واستر نساءنا يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه فإذا به يترك يد زوجته ويأخذ سيفه وقوسه ورمحه ويلتحق بالجيش المحمدي تنتهي المعركة انتصر المسلمون ارتفعت راية التوحيد رسول الله ينادي على الصحابة هل تفتقدون من أحد قالوا فلان وفلان وفلان فقال النبي هل تفتقدون من أحد قالوا لا يا رسول الله قال ولكني أفتقد أخي جليبيب لا أراه في أرض المعركة وإذا برسول الله يمشي كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها يبحث عن من يبحث عن جليبيب الفتى الفقير الأفتص القبيح المنظر الذي لا عائل له حتى وجده وقد أصابته الرماح والسهام والسيوف قتل سبعة من المشركين حوله وقتلوه فإذا برسول الله ينظر إليه ويقول أخي جليبيب قتل سبعة من المشركين وقتلوه وفي رواية قتل تسعة من المشركين وقتلوه هذا مني وأنا منه وإذا به ينفض التراب عن وجهه والدماء عن وجهه ويرفع رأسه ويضعها على فخذه الشريف ويقول اللهم إني أحبه الله أكبر يا أخي الحبيب كن بالفقير رحيماً كن بالمريض رحيماً كن بالمحتاج رحيماً هكذا كان رسول الله مع الفقراء والأرامل واليتامى والمرضى والمساكين من أمة الحبيب محمد اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم تقبل منا تلاوة القرآن اللهم شفع فينا الصيام والقيام اللهم شفع فينا الحبيب محمد اللهم أوردنا حوضة ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره اللهم ارحمنا إذا غلبنا المرض اللهم ارحمنا إذا عجز الطبيب اللهم ارحمنا إذا خرس اللسان اللهم ارحمنا إذا صمت الآذان اللهم ارحمنا إذا شلت الأركان اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق اللهم ارحمنا إذا ساوان التراب اللهم ارحمنا إذا انكشف عنا الأهل والأحباب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتدال ديننا ديننا دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة